عملت النموذج الضريبي سواء جددته او بتعمله لأول مرة وبعدين اتفاجئت انه ما تقابلش وطلب منك إثبات هوية ورفعت صورة البطاقة او الجواز الصفر او الرخصة ايا كان واستنيت يوم اتنين بعدها اتفاجئت وانت بتفتح حساب الاتسنز او جات لك رسالة على الجيميل اني عندك مشكلة في حساب الدفعات على اتسنز ولو ضغطنا على انتقال الى الدفعات زي ما حضرتكم شايفين يجب ارسال بعض المستندات الاضافية لإثبات صحة معلوماتك ويحتمل ان يتم تطبيق الحد الاقصى لنسبة الاقتطاع الضريبي او تأخير تلقي الدفعات وذلك حين إثبات صحة معلوماتك وده اللي وضحته في اكتر من فيديو سابق ان احنا لازم نعمل او نجدد النموذج الضريبي قبل ما نوصل للنقطة دي انه هو يعلق حساب الاتسنز بتاعنا او يعلق الدفعات طيب هنعالج الامر ده ازاي ده اللي هنعرفه سريعا مع بعض السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه طبعا موضوع ان احنا بعد ما بنبعث النموذج الضريبي بتاعنا سواء اول مرة او بنجدده وبيطلب منا إثبات هوية غالبا بنسبة تسعين او تسعة وتسعين في المية ده بيحصل مع الناس اللي بتكون في الاساس لما عملت حساب الاتسنز بتاعها كانت مدخلة البيانات باللغة العربية عشان كده لما كنت بشرح ازاي نعمل حساب اتسنز كنت اقول دايما نعمل حسابنا بالبيانات بتاعتنا باللغة الانجليزية عشان لما نيجي نعمل النموذج الضريبي او يتم اي اجراء يتقبل معنا على طول من غير ولا اثبات هوية ولا اي حاجة بس بما ان فيه ناس كانت عاملة باللغة العربية وحصل معها الامر ده ان شاء الله يكون الحل بسيط هنقوم ضغطين على تعديل معلومات الضرائي هتقوم فتح معنا الصفحة دية وزي ما حضراتكم شايفين لم تتمكن من اثبات صحة معلوماتك ويرجى تزودنا ببعض المستندات الاضافية ويرجى التأكد من تطابق المعلومات الواردة في المستندات مع المعلومات الواردة في النموذج الضريبي بشكل تام واعادة المحاولة انا بقى مش هضغط على ارسال المستندات المطلوب انا هجرب حاجة معاكم ونشوفها تنجح ولا لا هنعمل ايه هنضغط على ارسال نموذج جديد بس قبل ما نضغط على ارسال نموذج جديد انا هطلب منك حاجة المعلومات اللي موجودة اقصدك دلوقتي سواء العنوان او الاسم اللي موجودين هتعمل لهم نسخة زي ما وضحت في الفيديو السابق وعلى النوتس او في الواتس او المسنجر وتحتفظ بيوم عشان هنعوزهم دي حاجة الحاجة التانية انت بقى عامل حساب الادسنز بتاعك باللغة العربية فهنرجع خطوة الوراء تاني كده وهنقوم رايحين على ادارة الاعدادات وبعدين حضرتك هتلاقي اللي هو الاسم بتاعك او العنوان اللي مكتوبين باللغة العربية هتاخدهم لبردو نسخ ويتلزقهم في المكان اللي هنحتفظ به بالبيانات بتاعتنا هشان هنعوزها بعد كده سواء الاسم او العنوان وخد لي سطر العنوان الاول وخاصة لو انت مثلا اه صديق في دولة عربية والعنوان ما بيبقاش واضح او في الهوية بتاعتهم او في الرخصة فخد لي اسم البلد والمحافظة واول جزء من العنوان بتاعك اللي هو موجود في السطر الاول تمام؟ فانا هاخد البيانات دي كلها كده دلوقتي نسخ واجي في وراء بيضة وهبتدي اعمل لهم لصق تمام بعد ما نسخت البيانات بتاعتي سواء اللي موجودة في النموذج الضريبي اللي انا كنت ارسلته قبل كده وكانت قبل معايا اللي هي موجودة حاليا باللغة الانجليزية وكمان نسخت البيانات اللي في حساب الاتنزل باللغة العربية هنروح بقى على ارسال نموذج جديد وندغط عليه هتظهر معانا الرسالة دي هنقول له بدء استخدام نموذج جديد هقول له فتح النموذج وبعدها هنبتدي بقى في الخطوات العادية البسيطة لانشاء النموذج اول حاجة معلومات عن الضرائف الولايات المتحدة منوح حسابك هنقول فردي وبعدين نضغط التالي هل انت مواطن مقيم هقول له لأ بعدين هختار اول نموذج معانا وهو ده خاص بالافراد الغير مقيمين في امريكا وبعدين هقول له فتح النموذج اول خطوة معانا وهي التعريف الضريبي اسم المالك او المستفيد هبتدي احط الاسم اللي باللغة الانجليزية اللي كان في النموذج اللي قبل كده اللي اتقابل ونجرب فهروح بقى على المكان اللي انا محتفظ به بي البيانات دي واعمل نسخ ولسق دي الوقت بعد كده مناش دعوه بموضوع الشركة المنطقة او البلد بضغط وابتدي اختار البلد بتاعتي بعد كده موضوع TIN مناش دعوه بي بقى خلاص ما باختروش لان انا مش عايز استفاد من المعاهدة عشان موضوع TIN اللي احنا بنستخدمه ده بيبقى غلط وهعدي النقطة دي لان انا اتكلمت فيها والناس بقى زي فاضغطي التالي نيجي بقى للعنوان بتيجي البلد جاهزة معاك هاجي اعلم هنا عند العنوان البريد مطابق لعنوان الاقامة اعلم كده صح عشان مرجعش ادخل البيانات دي تاني بعد كده عنوان الشارع هبتدي برضو اجيب الى عنوان اللي باللغة الانجليزية وادخله هنا اللي كان في النموذج السابق نركز مع بعض في الخطوات وبعدين امضاغط على التالي هنيجي بعد كده للمعاهدة الضربية هعلم لا لست مؤهل للاستفادة وبعدين امضاغط على التالي بعد كده الخطوة الرابعة الخاصة بالانشطة والخدمات التي تم تنفذها في امريكا هقول له لا ما فيش حاجة وبعدين اقر وبعدين امضاغط على التالي بعد كده بالنسبة للتقارير هقول له اوافق عن ان انت ترسلي المستندات بدون استخدام اوراق وبعدين امضاغط على التالي وبعد كده الخطوة السابقة اللي هي معينة النموذج لو البيانات مصبوطة هقول له اؤكد ان انها رجعت وبعدين اضغط على التالي نيجي الاخر الخطوة هعلم هنا على اقر وبعدين انزل لتحت وبرضو اعلم هنا تاني عند اقر وبعد كده نعم انا هو المالك المستفيد اعلم عليها وبعد كده اضغط على ارسال ونشوف هيتقبل ولا لا انا معاك اهو ما بقطعش الفيديو عشان نشوف مع بعض برضو ما تقبلش معانا ما فيش مشكلة هنقوم عاملين تاني ارسال نموذج جديد وهنقول له بدء استخدام نموذج جديد يبقى دي كانت تاني مرة في نفس الوقت ما فيش اي مشكلة هقول له فتح النموذج خلاص دقاء همشي الخطوة دي سريعا هنيجي بقى المرة دي في اسم المالك وهجيب الاسم اللي كان باللغة العربية اللي احنا عملنا بحساب الادسنز واترجمه على جوجل ترجمة وكوبي وبست ونشوف المرة دي هيبقى الوضع عامل ايه وبعد كده هكمل بقى الخطوات اللي حضراتكم عارفينها هنيجي بقى بعد ما عملنا النموذج للمرة التانية ونضغط على ارسال اعتقدر المرة دي بقى هي تقبل ولا برضو وليس هي بقى عايز اسبات هاوية هنشوف ما بقى وزي ما حضراتكم شايفين تمت الموافقة على معلوماتك الضربية ودي الحالة مقبول ووصل ميل برضو ان تمت الموافقة على معلوماتك الضربية يبقى اي حد من حضراتكم اتعرض للمشكلة دي بعد ما رفع صورة البطاقة صورة الرخصة ايا كان وقالوا لا المستند غير صحيح وهو عنده مشكلة مش عارف يصور المستند او المعلومات فيه مش تمام وهو كان في الاصل عامل حساب الادسنز بتاعه باللغة العربية يبقى يجرب الطريقة دية اللي انا قلت له عليه هيعمل ارسال نموذج جديد ما تقابلش هيرجع يعمل واحد تاني بعد ما ياخد بياناته اللي باللغة العربية ويبتدي يروح على جوجل ترجمة ويترجمها ويدخلها زي ما انا عملت كده ويجرب مرة تانية نفترض انا مع المرة التانية تمت الموافقة نفترض انه ما قاله لا برضو يجرب برضو مرة تالتة يرجع يترجم تاني بياناته ويدخلها وان شاء الله هتتقبض معاه زي ما حضراتكم شفته يبقى دي الامر بكل بساطة ياريت الناس بقى تشارك الفيديو عشان اللي عنده المشكلة دية فيه ارسال الهوية يبتدي يجرب الطريقة دي وان شاء الله تنفع معا اشتركوا في القناة